موسيماني اتكلم في الايام اللي فاتت مع مساعدين انه هيرجع او هيرجع يدي لويس ميكيسوني بعض الوقت في الدوري وانه لازم يستغل الفرصة دي بشكل كويس عشان يبقى ليه مكانة اساية في الفريق وانا بصراحة ميكيسوني علامة استفاهم كبيرة جدا على بيتسو موسيماني بصراحة بيتسو موسيماني هو اللي اختار ميكيسوني وبيتسو موسيماني هو اللي مش بيلعب ميكيسوني عموما هو بيفكر جدا انه يطلعه عارة او يسيبه وساعتها هيكون القرار هيكون للجنة التخطيط سواء طلعه عارة هيطلعه لو ما قدمش اداء كويس هيسيبه لو قدم اداء كويس وتمسك بالفرصة والقرار هيكون للجنة التخطيط عشان عايز اقول لكم حاجة الاهل متضايق من فكرة انه ميكيسوني ما بيشاركش ما بيلعبش صفقة طلبها بيتسو موسيماني والاهل جابهاله وفي نفس الوقت هم مش شايفينه في الملعب بس للفكرة انه الراجل ناجح بيتسو موسيماني ناجح ناجح جدا بس اكيد دي مش هتبقى عائق بين الادارة وبين بيتسو موسيماني في اي لحظة بس انا من حق كإدارة نادي اسأل الفلوس اللي دفعتها للعيب دوت او اللي جبت بيها اللعيب ده هو فين اللعيب ده ما بيشاركش ليه من حق طبعا لازم اعمل كده